اتخاذ موقف واضح من خروقات الحوثيين أو إعلان فشل تنفيذ اتفاق السويد خياران وضعهما الفريق الحكومي أمام بعثة الأمم المتحدة خلال اجتماعات الجولة السابعة على متن السفينة الأممية خياران لن تذهب الأمم المتحدة باتجاه أحدهما وفق مراقبين فالمبعوث الأممي الذي بات ضيفا دائما على الحوثيين لم يضف جديدا سوى المماطلة التي أطالت مأساة اليمنيين والأمم المتحدة دللت الميليشيا حتى بات تساؤل اليمنيين ما موقع تحركات ممثل الأمم المتحدة من قرارها 22-16 القرار الذي تم اتخاذه ظهريا في مسار عبثي تؤكد نتائجه أن الميليشيا لن تتغير أو تغير نهجها القاتل عبر مسار مفاوضات ولو كانت الاجتماعات في سفينة فضاء وليس فقط في سفينة على ظهر الماء وفق تقرير حكومي سابق فقد قتل 217 مدنيا وجرح أكثر من ألفين آخرين بخروقات حوثية خلال سنة من الهدنة الأممية وكان أقصى ما فعلته الأمم المتحدة التعبير عن القلق قلق لا يأخذ أصحابه جديا حالة القلق التي تعيشها أمهات القتلى والمختطفين وبقية فئات اليمنيين ووفقا لرئيس لجنة الأسرى في الوفد الحكومي هادي هيج فإن الميليشيا تعطل ملف تبادل المختطفين والمخفيين عن عمد وبتواطئ من الأمم المتحدة التي اتهمها بعدم ممارسة أي ضغوط على الحوثيين الفشل أو التخادل الأممي وخصوصا في ملف المختطفين دفع ناشطين لتسليط الضوء على الصفقات الجانبية التي تتم جهود مجتمعية شخصية وتحقق ما لم يحققه مبعوث المنظمة الأممية والتي تمثل آخرها اليوم في إطلاق 75 مختطفا لدى الحوثيين التخادل الأممي في إنقاذ إنساني عاجل لليمنيين لا يعود لانعدام معطيات الكارثة فالأرقام وبلسان متحدث الأمم المتحدة اليوم تكشف أن اليمن ما يزال يمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم وأن ثمانين في المائة من سكان اليمن بحاجة إلى المساعدة الإنسانية وما لا يقل عن خمسة ملايين شخص في خمسة وسبعين منطقة لا تصلهم المساعدات فيما كانت المنظمة الدولية للهجرة قد أوضحت أمس أن قرابة أربعمائة ألف يمني نزحوا منذ بداية العام الحالي والأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة تدين تحركات المنظمة نفسها التي ذهبت بعيدا عن إنقاذ الإنسان وتدين معها كل من يكتفون بالشكوى من سلبية الأمم المتحدة دون تحرك إيجابي يتجاوز الشكوى